اشتركوا في القناة وهذا المنظر هو الرب الجليل هو الذي صدر الرحمة لكل شيء فأنزل رحمته في السماء وفي البر وفي البحر وعلى الإنسان والحيوان والنبات واختص بهذه الرحمة البشر فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك إذن في هذه الآية يبين المولى لنا أن رحمة الإله التي أنزلها على الحبيب المصطفى وأن هذا النبي الكريم الذي تجسدت فيه تلك الرحمة حيث أنه لم يكن فضا ولم يكن غليظ القلب بل كان رحيما بالخلق وكان رحيما بالعباد وكان رحيما بكل شيء التقاه في هذه الحياة وحيث نجد أن المولى جل وعلا ذكر لنا هذه الرحمة في مستهل كل سورة حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم حيث وجدت هذه الرحمة مع كل فاتحة كتاب مع كل سورة في أربعة مئة وأربعة عشر سورة كانت هذه الرحمة في مستهلها باسنسناء سورة واحدة وكان في داخل هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم من هنا أيها الأحبة نجد بفاتحة الكتاب التي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة نجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم ونجد فيها الرحمن الرحيم فهي إشارة إلى سعة هذه الرحمة وإلى أن هذه الرحمة التي يحتاجها الإنسان في كل لحظة من لحظات الحياة هي رحمة لا بد منها ولو رفعها الرب عنا لمتنا جميعا ولكانت الدنيا امتلأت بالفساد والظلم والجور ولكن ما زال الرب ينزل علينا من هذه الرحمة العظيمة وهنا أريد أن أأخذ من كلمات أمير المؤمنين في دعائه دعاء أو المناجات الشعبانية المعروفة والمشهورة والتي يقول فيها أمير المؤمنين إلهي إن كنت غير مستأهل رحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك فالأمير يعلمنا في هذا أن الإنسان قد لا يكن أهلا لتلك الرحمة ولكن الرب هو صاحب جود وكرم وعطف فيتفضل علينا بالرحمة كذلك نجد في نفس المناجات إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك فهذه الرحمة لو خاب ظني من هذه الرحمة لأصبحت يائسا من رحمة الله ولهذا أيها الأحبة يحرم اليأس على الإنسان أن يكون آيس من هذه الرحمة فأمير المؤمنين يقول في مناجاته إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك كذلك نجد في قول أمير المؤمنين في دعائه الدعاء المعروف بدعاء الصباح لأمير المؤمنين يقول وافتحي اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح فالأمير في هذه المقطوعة الصغيرة يعلمنا أن نطلب في كل صباح من هذا الرب الكريم أن ينزل علينا من تلك الرحمة مع مفاتيحي هذا الصباح ونجد أمير المؤمنين بنفس الدعاء يقول إلهي إن لم تبتدئني بالرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق فإذا لم ينزل الرب علي وعلى الخلق الرحمة فكيف يمكن لنا أن نسير في الوجود ونسير في هذه الحياة فلابد لنا أولا ومع أول لحظة من لحظات الصباح أن تتنزل هذه الرحمة كذلك نجد في نفس الدعاء إلهي قرعت باب رحمتك بماذا بيد رجائي أنا أطلب يا رب وراجيا يا رب منك أن تنزل علي تلك الرحمة وكذلك نقرأ في هذا الدعاء وهذه أعباء ذنوبي درأتها بماذا درأتها بعفوك ورحمتك كذلك أيها الأحبة نجد الرحمة أننا نطلبها مع كل تحية ومع كل سلام حيث يلتقي الإنسان بالإنسان ويدخل إنسان على إنسان فأول كلمة يطلقها السلام عليكم والله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فأي شيء أحسن منها قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتلك هي كلمة كلمة الرحمة التي كانت أفضل من التحية التي حيا بها المؤمن لأخيه المؤمن كذلك نحن في شهر رمضان أيها الأحبة عندما نقرأ خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان عندما يقول أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بماذا أقبل إلينا بالبركة والرحمة والمغفرة فهذا الشهر يحمل في طياته تلك الرحمة المعهودة التي ينزلها الرب كذلك ونجد أنه في هذه الخطبة أن رسول الله يدعونا للرحمة يدعونا لأن يرحم بعضنا بعضا قال ووقروا كباركم وارحموا ماذا وارحموا صغاركم فالرحمة بالعباد والرحمة بالصغار والرحمة بالفقير والرحمة بالمسكين والرحمة بالولد والزوجة والأهل والأرحام والجيران والمستضعفين كذلك نجد أنه في يوم القيامة أحمل معي من هنا لذاك اليوم كما أخبرني الحبيب المصطفى قال ومن وصل فيه رحمة وصله الله بماذا يا رسول الله برحمته يوم يلقاه أيها الأحبة هنيئا لمن استطاع في هذا الشهر أن يوصل أخا له أن يوصل رحم له أن يوصل صديقا له وذلك ليجده رحمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم أيها الأحبة إنني أدعوكم في هذا الشهر المبارك لكي تنظروا بعين الرحمة ولكي تنظروا بعين العطف والحنان والمحبة واللطف حتى إذا جئنا في يوم القيامة قرأنا ما قرأناه هنا من وصل فيه رحمة وصله الله برحمته يوم يلقاه أسأل الله لي ولكم الرحمة 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 والمغفرة بمحمد وآل محمد اشتركوا في القناة